موسيقى السلام عليكم لاحظوا يا لأحداث التقنية القادمة وعرفوا شلون الأمور رح تتغير ولأي درجة في 2021 يوم 1-12 القادم ان شاء الله سيتم الإعلان رسميا عن المعالج الاقوى من كوالكوم وهو السناب دراغون 875 الجديد معمارية الخمسة نانومتر ينطيك أداء أفضل ممتاز واستهلاك بطارية أقل ومميزات بالتصوير ومودم 5G أحدث هو الأكس 60 وهذا المعالج بكل تفاصيل رح نشوفه بأجهزة الأندرويد لفلاكشب بالأقوى في 2021 مثل ما متعودين ويكون معالج فلاكشب من كوالكوم لكن كل سنة سامسونج هي صاحبة السيادة وتكون أول من يستعمل هذا المعالج في أجهزتها من سلسلة الأس لكن الخبر الغريب اليوم أن شاومي قررت أن يسوي انقلاب وتسبق الكل وتدخل على الخط وتكون الأولى لكن الجهاز شنو ومنو وليش شاومي تسويه هذا اللي رح تعرفوا بهذا الفيديو مرحبا أنا حسن من قناة تك تايم وأهلا بكم في فيديو اليوم شاومي أطلقت وحش الفئة الاقتصادية المي عشرة تي رسميا قبل كم شهر ونزل حاليا لأسواقنا العربية وبسعر صادم عند ال369 دولار أمريكي مواصفات رهيبة شاشة وعتاد من الأفضل وعدسات تعتبر فوق المتوسطة لكن بحركة غريبة متاجر شاومي على الانترنت بالصين والهند وقفت بيع هذا الجهاز لنفاذ الكمية وركزولي على نفاذ الكمية الجهاز هستوى نازل أسواقنا وأيضا بدون تحديد مواعيد لعادة أطلاق الجهاز لكن موقع ديجيتال شات ستيشن الشهير بدقة تسريباته عن الأجهزة الصينية تحديدا أكد أن شاومي سحبت وأنهت إنتاج الميتين بكل أطيافه عدل الميتين ألترا استعدادا وتحضيرا للجيل القادم الميدعش وأيضا أكد أن الجهاز سيسبق الجميع حتى سامسونج ويعلن عنه رسميا في بداية شهر كانوني الثاني القادم من 2021 واللي أكد هذه المعلومة تسريبات متعددة ودقيقة عن الميدعش القادم اللي اجبت لكم ياها اليوم بهذا الفيديو المعالج مثل ما تتوقعون هو الكوالكوم سناب دراجون 875 معماريته 5 نانومتر لكن الرامات هنا غير لأن شاومي نادرا ما تستعمل رامات جيل 5 وتعتمد على الجيل الرابع في أغلب الأحيان لكن بالميدعش الرامات راح تكون LPDDR5 من الجيل الأحدث والأسرع وبخيارين إما 8 أو 12 جيجا بايت ذاكرتين عندك أيضا فقط هي 128 و 256 جيجا لكن من القراز الأحدث والأسرع UFS 3.1 وهاي أيضا جديدة في أي جهاز من شاومي شاشة الميدعش راح تبقى سوبر آموليد دقتها عند الفل اج دي بلس 1440 في 2560 بيكسل لكن تردد خرافي عند ال 144 هرز بدل التسعين هرز أيضا راح تكبر شوية وتصير إما 6.8 أو 6.9 انج عدا عن دعم لتقنية الـ HDR10 بلس وتحسين الإضاءة لتتجاوز وأخيرا حاجز الـ 600 نيتس في أجهزة شاومي لكن التطور الأهم بالميدعش هو النقاط التالية متحسس بقوة 108 ميجابيكسل لكن من الجيل الثالث الـ HM3 من سامسونج وليس الجيل الثاني عدسة ألترا وايد مخيفة جديدة بالكامل في أي جهاز من شاومي قوتها 48 ميجابيكسل F1.8 بدل العدسة الحالية بقوة 12 ميجابيكسل فقط هذه طفرة وطفرة كبيرة وتأكد اهتمام شاومي بتحسين جودة التصوير بأجهزتها القادمة اللي كانت أجيالها الأقدم أيضا من الأفضل على مستوى العالم حسب موقع DxO Mark العالمي شاومي مهتمة وبشكل كبير ومتسارع بتحسين جودة التصوير بأجهزتها حتى تنافسه لكبار أبل وسامسونج وهواوي البطارية ستزداد بحسب التوقعات من 4500 إلى 5000 ميلي أمبير لكن رغم أنه عدة أخبار تأكد أنه عائلة المي في 2021 ستكون بشحن شاومي السلكي الخارق بقدرة الميتين واط لكن أنا أستبعد هذا الشي وبرأيي أنه شاومي ستعتمد على الشاحن السوبر الخاص به بقدرة المتواضعة عند 120 واط بس أبقى بعض التقنيات الخارقة مثل 200 واط شحن والكاميرا صلفي تحت الشاشة إلى سلسلة المي ميكس اللي سوينا عليها فيديو قبل أيام إذا تحب تشوفه نرجع لشحن المتواضع أبو 120 واط هذا ينطيق فل شحن لبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير بحدود 29 دقيقة وقل شوي شحن لاسلكي أيضا قد يدخل لأول مرة في أجهزة المي قدرة 40 أو 50 واط بدل 30 واط الحالية المتواضعة في المي 2 برو النظام الصوتي راح يكون من سمعتين استيريو سبيكار وأيضا أكو أخبار عن وجود بلوتو 5.1 وNFC وAR بلاستر في المي داعش طبعا شاومي مصرع على مناطح الكبار أبل وهواوي وسامسون وإذا استمر النسق الحالي في تسعيرات أجهزة شاومي نتوقع نجاح أكبر لأجهزة المي داعش من المي عشرة اللي كانت تعتبر ضربة قوية وممتازة للسوق العالمي بالهواتف في 2020 أصدقائي هذا كان كل ما عندنا لهذا اليوم ونشوفكم بالفيديو الجاي في أماد الله